وبكده اقدر اعمل zoom in وzoom out في الفيديو بكل سهولة واقدر كمان اتحرك في كل جنب من جنابات الفيديو اللي بصوره السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة الابداع والتميز دائما قناة ابداع وستمتع النهاردة بنتكلم عن امكانية الكون وعن امكانية عمل zoom in وzoom out وامكانية التحرك في الفيديو بالكاميرا بكل سهولة عشان نعمل دوت هنختار يا اما فيديو او صورة ونطبق عليها الكلام اللي هنشوفه النهاردة هندوس على علامة الزائد ونختار مسلا صورة دلوقتي اهي ادي الصورة عندنا اسحبها تحت في الشريط عشان نشتغل عليها اهو على اليمين زهرة نخلي الصورة كبيرة بمقاس الشاشة كلها نسحب بيمين ونسحب يسار اهي الصورة عندي بمساحة الشاشة كاملة اهو طيب ادي هنا هو الامكانية هنا الزر اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو مكتوب عليه يعني ان انا باخد جزء من الشاشة فقط وطبعا مش دي بس الامكانية اللي هنتكلم عنها النهاردة انه هنتكلم على امكانيات مهمة جدا جدا وهتدي الفيديو بتاعك شكل جميل اه اخش هنا هوت جوه تمام هتلاقي فيه هنا هوت وفيه حاجة اسمها بان اند زون هنخش في هنا هوت هتلاحز ايه? ان انا اقدر اخش اختار جزء من الشاشة واكد عليه او اصوره تحديدا هنا اهو زي ما نشايف العلامات اللي على يمينه على اليسار بسحب هنا اهو وبسحب من تحت اهو كده هوت الا هيحصل لما نقول اوكي اهو طلعز ان هو هنا على يمين جاب للجزء بس اللي انا اه عملته او ان ده انا عملت عليه فيه الكروب تمام نخش تاني على الكروب اهو طيب لو انا عايز احدد انا بتاعتي بخش ادوس هنا هوت واختار تحت كاستم كاستم يبقى انا بحدد ان هوت اختار فوق اهو بقية الاجزاء ما بتتحركش اللي تحت واللي فوق ما بيتحركوش الناحية التانية وهنا بشد اهو يبقى ده الكاستم يعني اه مخصص اه الشكل المخصص اللي انا عايز انا ممكن اعمل كروب هنا هو بس على الجزء اللي على اليسار فوق اهو وبعدين اعمل اوكي اهو جاب لي بس الجزئية اللي هي فوق على اليسار ده كان بالنسبة للكروب او القص جزء من الصورة او الفيديو اللي عندي طيب الجزئية التانية بقى وده هنا الاهم واللي فيها شغل كويس جدا هي البان انت زوم تمام نخش على البان انت زوم هنلاحظ حاجتين لما تبص اول نهوت وتتركز في الصورة هتلاقي في حاجة اسمها انت يعني نهاية الفيديو تمام وتحت هنا هوت على اليسار في حاجة اسمها ستارت يعني بداية الفيديو يعني بداية الكاميرا كاميرا بتبدأ من هنا من تحت ستارت وبتخش على جوة على الاند تمام طيب انا عايزها بتكبر شوية الاند يبقى كبير شوية اهو يعني يجيب لي مسلا الست فيديوهات او التسعة فيديوهات الفيديوهات وبقول اوكي تعالى نبدأ كده هوا زي ما انتم شايف هوا عمل زوم ان على الجزء اللي انا حددته فقط وبعدين واقف تمام يبقى ده جزئية اللي هي طيب في جزئيات طبعا كتيرة جدا اهم من امكانية دي يعني مسلا انا عايز اعمل تأكيد على الجزء اللي فوق خالص على اليمين فهنخليها تبدأ من فوق ستارت هوا من تحت نوت لحد ما تروح فوق على اليمين واقول اوكي تمام هنتحرك اهو زي ما تشايف رايح فوق خالص على اليمين وهينتهي هناك طيب عايز اكبر مسلا مساحة الصورة ديت عشان نعمل فيها شغل اكتر من كده هسحب هنا اهو شوية نسحبها كده هوا نكبر مسلا المدة الزمنية للعرض اهو هتلاحز ان الكاميرا هنا هوا بتتحرك ابطأ شوية اهو لحد ما توصل لنفس النقطة اللي احنا قلنا عليها اللي هي نقصة النهاية طيب عايز بعد ما يوصل لنقطة النهاية يرجع لي تاني للتجبير يعني مسلا وانا بشرح بأكد على الفيديو اللي فوق على اليمين وبعدين بيرجع تاني للصفحة ككل فبقف اهو بقسم تمام اللي هيحصل زي ما انت شايف هيوصل لحد الجزء اللي انا قلت عليه فوق على اليمين اهو بس بعد كده هيعمل ايه هيكرر نفس اللي انا اخترته من تحت الفوق طب انا مش حاجز يكرر انا عايزه يعمل للعكس يطلع لي بقى من الجزء اللي فوق على اليمين ويطلع لي يكبر للشاشة تاني يرجع حالي فبعمل ايه على الجزء التاني او القطعة التانية اللي انا قصتها وبادوس هنا هو على الكروب وروح عند بان انزوم تاني وبعمل هنا هوت ادوس على اليمين اللي هي سواب سواب يعني اعكس بدل ما من تحت على اليسار لفوق على اليمين هيعكسها ويخليه رد تاني العملية دي للشاشة الكبيرة فندوس هنا اوك اهو دوسنا على سواب وبعدين اوك اهو بص بقى اللي هيحصل اهو بعد ما وصل للنقطة اللي احنا طلبينها رجع تاني اهو زي ما تشايف رجع بالكاميرا تاني اهو لحد ما يكبر لنقطة اللي هي بقت اند نقطة اللي انا كنت بديها بقت اصبحت هي بتاعتي اهو رجع تاني للشاشة الكبيرة ده كان جزء جدا مهمة في طيب لو انا عايزه بقى يتحرك من اليمين الى اليسار يعني بعد ما يوصل لنقطة النهاية اللي هي فوق على اليمين يتحرك في باية الشاشة من اليمين الى اليسار ازاي يعمل الحكاية دي اهو بالوقتي انا وقفت هنا اهو خلاص بنيجي بقى في الجزء الى التاني من الفيديو ونخش على برق انت زوم خلاص انا بقول ان هول البداية بتاعتي بقى هنختار اللي هو ده ده هيبقى خلاص والاند بتاعي هيبقى على اليسار عشان انا عايز الحركة زي ما قلت لكم من اليمين الى اليسار تمام? هاي بنقول اوكي ونشوف الحركة هتتم ازاي اهو عمل زوم وبعدين زي ما تشايف اهو تحرك من اليمين الى اليسار ودي بتبقى مهمة جدا لو فيه نص مسلا تيكست معين عايزة تقراه بالكاميرا فبتقدر تاخد الكاميرا بتاعتك من اليمين الى اليسار يقرى لك النص او العكس لو كان نص باللغة الانجليزية بتقدر تخليه اقرأه من اليسار الى اليمين طيب لو انا عندي فيديو خلاص وعايز اعمل فيه الحكاة ده انا خلاص زورت الفيديو وعايز اعمل فيه شوية تركات وايه حركات بسيطة بالكاميرا دلوقتي هناخد الفيديو نروح على اي فيديو عندنا في الميديا تمام ونختار فيديو من فيديوهاتنا اهو وليكن هزا الفيديو نخط هنا خلاص ونيجي للجزئية دي مسلا اهو ده ده فيديو شغال عادي جدا اهو اهو اثناء ما عرض الفيديو انا عايز ااكد على نقاط معينة يعني لو فرضنا مسلا انا عايز ااكد على الفيديو اللي هو ده اللي هو مكتوب عنده جنرال انجليش سيكس يعني انا عايز ااكد على جنرال انجليش سيكس ايه اللي يحصل هقف هنا اقص خلاص وبعدين هنبدأ بقى هنا هوت اقص حتة تاني الناحية دي لحد ما المشهد يخلص اه عايز الكاميرا تعمل لي تركيز على ايه الجنرال انجليش سيكس ده هقف هنا هوت على الكروب تمام وروح اندبان انزوم وبختار فوق الاندي بتاعتي تبقى هنا واللي بتاعتي عادي مكانها زي ما هو خلاص يبقى هو هيبدأ من هنا هو من تحت على اليسار وينتهي فين في ممكن حتى صغر اكتر اهو انجليش الجنرال انجليش سيكس ونقول اوكي هيعمل زوم ان دلوقتي اهو لحد ما يوصل لجنرال انجليش سيكس وبعدين بيكمل عادي الفيديو عادي طيب انا عايزه يرجع لي تمام زي ما كان فبرضو بقى هنا هو في الفيديو التاني القطع تاني وقص خلاص وبداية من هنا هيعمل العكس يعني اروح عندك روب يرجع تاني الكاميرا تكبر تاني فبعمل ايه اروح عندبان انت زوم واعمل سواب اهو يبقى هو كان بتاعته هنا اهو النهاية بتاعته هتبقى ايه بملء الشاشة ونقول اوكي وناخد كده الفيديو من الاوله الحتة دي اهو بعد ما عمل زوم على الجزئية انجليش جنرال انجليش سيكس اهو هوب يمطالع تاني مكبر للشاشة لكل ده كانت نظرة سريعة لامكانية الكروب وبان انت زوم في في المورة ارجو انتوا تكونوا استفدتم بشرح النهاردة ومعيدنا في شرحات قادمة مفيدة مع قناتكم قناة الابداع والتميز ابدع واستمتع والناس اللي لسه ما عملاش اشتراك يليد يشرفونا بالاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس لمتابعة احداث الشرحات والفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله